اتنين في الصندوق. زيكوا كمان النهاردة في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هوم سينما النهاردة هنتكلم على مسلسل اتنين في الصندوق من الحلقة الرقم 11 للحلقة الرقم 20. طبعا دايما بحذركوا ان الحلقة بتاعتنا والحلالات بتاعتنا فيها دايما حرق الاحداث فلمشاقفش المسلسل يروح الاول يتفرج على المسلسل وبعد كده يكمل حلقتنا بعد خطوبة ناهد من العريس اللي كان بغدادي كان جايبه لبنته طبعا قبرت علشان خاضر ابوها واماها بس فيه اتفاق ما بينها وهي وشوقي ان هم يطفشوا العريس بين الانتخابات اللي كانت دايرة بتاعت الربطة بتاعت الزبالين في المنطقة عندهم الدعك هو اللي كسب ضد بغدادي نسبة الموضوع بتاع زيكا وحبيبته اللي هو بيحبها الموضوع طبعا ما كملش علشان خاطر لما راحوا تقدموا للبنت اللي بيحبها اهلها رفضوا علشان عرفوا ان هم زبالين زعيمة موضو لسه بيدور على عياله اللي هم لسه ملاهمش اللي هم شوقي وزيكا جاري البحث عنهم في كل مكان بعد ما زعيمة موضو خطف الدعكة علشان يقر ويعترف على موضوع شوقي وزيكا ان هم مش عياله مقابل ان هو هيدلو مبلغ مية وعشرين الف دولار الفعل هو بيقر وبيعترف ان هم مش عياله شوقي وزيكا بسبب موضوع الاتهامات بتاعت المقدرات اللي هم لابسوا فيها ملاهمش اي زنب اضطروا ان هم يسيبوا البيت ويسيبوا الحارة ويروحوا يعيشوا مع سونيا برا مصر يروح يشتغلوا فيه الكابرية بتاع سونيا طبعا شوقي وزيكا علشان خايفين من البوليس او يخشوا السجن في حاجة هم ملغومش زنب فيها فاضطروا غصبا عنهم يوافقوا على موضوع سونيا ويسافر وهم الاتنين يسافروا معاها للمغرب ويقبلوا في شغلانة الكابرية بس تقريبا دي كل الاحداث المهمة اللي حصلت في اتنين في الصندوق حلقة رقم حداشر للحد الحلقة رقم عشرين فما فيش احداث كتيرة قوي في المسلسل ده حصلت ما فيش حاجات مهمة ممكن نتكلم عنها او نعيد ويزيد فيها في حاجات اصلا ممكن ما تبقاش ديكو فيها اهمية قوي يعني فتقريبا دي كان ده كان الريكاب بتاعنا في الحاجات المهمة او الملخص بتاعنا من الحلقة رقم حداشر للحلقة رقم عشرين في مسلسل اتنين في الصندوق بس دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وان شاء الله شوفكم فيديوهات تانية قريب ما تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم تسوش تعملوا ليفولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام واشوفكم الحلقة اللي جاي باي باي اتنين في الصندوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر